تعالنا نروح بقى على شبكة الصديقة الشقيقة شبكة تلفزيون الحياة وده برضه يعودي خليك تقعد تشوف كده ايه الزكاء فيه التعاطي مع مجريات الامور الحياة قالك احنا هنغير الخريطة البرمجية بتاعتنا النهاردة ليه يا جماعة هتغيروا خريطة البرمجية اتباعتكم النهاردة ليه لك احنا هنغيرها علشان اليوم العالمي للموسيقى اليوم العالمي الموسيقى بيبقى 21 من شهر يونيو كل سنة وبالتالي لازم نحتفل بهذا اليوم زي ما بيتم الاحتفال به في اكتر من 123 دولة على مستوى العالم يا عم يوسف احنا من ضمن الدول اللي بتحتفل باليوم العالمي للموسيقى وبالتالي احنا كقناة الحياة لازم نعبر عن ذلك بوضوح فنبدأ نغير في الخريطة بتاعتنا النهاردة الفكرة الحقيقة انطلقت من عند وزارة الثقافة الفرنسية كان سنة 1982 طبعا اكيد 21 يونيو في نفس دات اليوم ازا ما بتقال كده في مثل هذا اليوم وده بيبقى كانت تزامنا مع التوقيت الصيفي في العالم لحتفال ده بقى انا كنت بقول لكي بتشارك فيه يجي 123-125 دولة على مستوى العالم دول كتير شعوب كتير في حالة الموسيقى طبعا دي انا في رأيي الموسيقى دي ارقى واجمل وابدع واحلى الفنون طبعا بما انه الدولة اللي طلعت العيد هي فرنسا فطبعا هتلبقى اوروبا في منها دول كتير زي اليونان هتلاقي كولومبيا في امريكا اللاتينية دول كتير في الدنيا بالمناسبة خلي بالك دول كتير جدا من الدنيا في الدنيا شعوب كتير افراد كتير بيعتقدوا دائما وانا اظن ان انا منهم ان الموسيقى هي حل سحري حقيقي لحاجات كتير في حياتنا حل سحري متعلق بان احنا نبقى يعني مزاجيا افضل حل سحري في ان الموسيقى ملهمة دائما حل سحري في انها توحد الناس طول الوقت مع بعض